يرى يورجين كلوب المدير الفني لليفربول ان صناعة محمد صلاح لثلاثة اهداف امام لائستر سيتي ليس بالامر القليل حيث فاز ليفربول على لائستر سيتي في الجولة 36 في الدوري الانجليزي بثلاثية دون رد من صناعة محمد صلاح حيث قال كلوب عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس لقد صنع محمد صلاح ثلاثة اهداف امام لائستر وربما كان غير سعيد بعد استبداله في المباراة لانه كان يريد ان يسجل وأضاف أنه يجب إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين يستحقون المشاركة وأكمل قائلا قام صلاح بتقديم مباراة كبيرة وساهم في تسجيل ثلاث أهداف وشكل تهديد على مرمى المنافس حيث أن صناعة ثلاث أهداف ليس بالأمر القليل وبسؤاله هل ليفربول قريبا من دوري الأبطال رد قائلا أنا لا أعرف إجابة هذا السؤال ومن الجدير بالذكر أن الفوز على لاستر سيتي رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونيتد صاحب المركزين الثالث والرابع مع بقاء مباراة مؤجلة لكل منهم